السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مواعيد زراعة محصول البطيخ أو الحب حب في الحقل المفتوح البطيخ من الخضر الغنية جدا بفيتامين به ثلاثة كما أنه يحتوي على كميات متوسطة من فيتامين ألف ويعد البطيخ من أهم محاصيل الخضر التي تنجح وتنتشر زراعتها في الأراضي الصحراوية يزرع البطيخ في أربعة مواعيد على مدار العام كما يلي أولا الزراعة الصيفية المبكرة تزرع بزورها مباشرة في الحقل المفتوح خلال شهري يناير وفبراير وذلك في المناطق الدافئة أو تستخدم البزور في إنتاج الشتلات داخل البيوت المحمية قبل أن يتم زراعتها في الحقل المفتوح بعد اعتدال الظروف الجوية على أن لا يزيد عمر الشتلات عند الشتل على ثلاثة إلى أربعة أسابيع ثانيا الزراعة الصيفية تزرع بزورها من منتصف شهر فبراير إلى منتصف شهر أبريل وذلك في معظم المناطق وتعد الزراعة الصيفية هي الموعد الرئيسي لزراعة البطيخ ثالثا الزراعة الخريفية تزرع بزورها خلال شهري مايو ويونيا ويتم ذلك أيضا في معظم المناطق رابعا الزراعة الشتوية تزرع بزورها من منتصف شهر نوفمبر إلى منتصف شهر ديسمبر وذلك في المناطق الدافئة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته